السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا كله باسماني. معكم السلسفة من قناة تيوب. اسمعنا الاول مرة عن الفيديو. ما تنسناش باللايك والكومنت للقناة والاشتراك. اذا كنت الاول مرة تسمعني. اليوم موضعية ادماجية عن الصحافة الالكترونية. اه دور الصحافة الالكترونية وتفوقها عن تفوقها عن الصحافة الورقية. ايه اه دور اه اه الصحافة الالكترونية وتفوقها عن الصحافة الورقية. السياق تعد الصحافة الورقية ام وسائل الاتصال الشعبية كلها. ولقد ربعت العرش الاعلام لعدة قرون. ولكن اختلف الحال حيث اه وجدت نفسها في مواجهة مع نظيرتها الالكترونية. تعليمه هي نفق ستة عشر صدرا. بيين كيف الغيت الصحافة الورقية بالمقارنة بينها وبين الصحافة الالكترونية. اه حنتكلم عن الصحافة الالكترونية وتفوقها عن الصحافة الورقية. نمط المستخدم. اه حن نستخدم النمط الحجاج والتفسير ايضا. معظمه حجاج. معظمه حجاج. احنا بنتكلم عن الصحافة الورقية ومميزات اه بنتكلم عن الصحافة الورقية والالكترونية ومميزات وسيطرت الصحافة الالكترونية. النص يجب ان نلتزم بالمطلوب ستة عشر صدرا. نبدأ كده اه المقدمة. تعد الصحافة الالكترونية من ابرز مظاهر اندماج التكنولوجيا بوسائل دي دي المقدمة. بوسائل الاتصال والاعلام من حيث التأثير والتأثر. حيث التأثير اه دي المقدمة. تعد الصحافة الالكترونية من ابرز مظاهر اندماج التكنولوجيا بوسائل الاتصال والاعلام. من حيث التأثير والترسل. العرض لقد عرفها العالم تطورا كبيرا في مجال الصحافة وتصال الصحافة الالكترونية. فبعد صحف قراءة الصحفة المجلات الورقية لنتعرف على اخر الاخبار والمعلومات او اخر المستجد المستجدات. اصبحنا اليوم نضغط على على الهاتف او الكمبيوتر. هنا نضغط على اه ذر هنا ذر الهاتف او ذر. نضغط على ذر الهاتف او الكمبيوتر. لنعرف ما يحدث في العالم اه واخر المستجدات. اه الصحافة الاكترونية سيطرت بقوة على المجتمع. حيث اصبحت من اهم مصادر اه الاخبارية. والاكثر ثقة في نقل الاخبار والاحداث بالصوت والصورة والفيديو. نتيجة لهذا يؤمن عامة الناس بما يرونه او يقرؤونه او يسمعونه. من وسائل اه الصحافة الاكترونية. فهي اه فهي اقل تكلفة وامكانية واسرع واسهل في التعامل. كما توافر في اي وقت فلننتظر يوم او يومين. ومتابعة الحدث لحظة وقوعه. اه فالاشخاص يظلون باستمرار ووقتا اطول على جهاز الهاتف. من الوسائط التقليدية. الى جانب توفير الوقت والجهد. كل هذه المميزات الخاتمة كل هذه المميزات اه جعلت الفحاف الاكترونية تحتل الصدارة في اعطاء المعلومات التسابق من اجل ايصال الخبر في وقته. دي جزء ده كده خاتمة. اه مقدمة. هنا ده العرض. مقدمة وعرض وخاتمة. مقدمة لمحة بسيطة عن الموضوع. العرض تكلمت فيه عن مميزات او اسباب الاقبال على الصحافة الالكترونية. مميزات الصحافة الالكترونية. الوضعية طبعا بممكن تكون مقترحة في اختبار الفصل الاول سنة ربعة متوسط. موجود في القناة اه او في قنوات ايتيوك موجود اه تعابير كثيرة ووضعيات الماجية كثيرة عن الصحافة والوسائل وسائل الاعلام الصحافة الالكترونية والصحفة المجلات اه وغيرها من موضوعات او اه وضعيات الماجية اه مقطع اه الاعلام والمجتمع موجود في القناة. اشكركم شكرا جزيلا لحضراتكم. اه لو عجبكم الفيديو او استفدتم ما تدخلوش هنا باللايك والاشتراك في قناتي تيوك. عند كلمة اشتراك في اللون الاحمر اضغط عليها. واذا تريد انتصلك اي فيديوهات القناة اضغط على الكل بعد الاشتراك اضغط على الكل. وهذه الطريقة تكون فعلت الجرس. اه اراكم في الفيديوهات القادمة. انتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.